اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فلقاء جديد وديننا حياة نرحب جميعا مع الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية جامعة الأزهر أهلا وسهلا بفضيلتكم أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين أكرمكم الله سيد الفاضل خيانة الزوجة لزوجها أسباب ودوافع وعلاج ما الأسباب الرئيسية التي قد تدفع الزوجة إلى خيانة زوجها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وعلى آله وصحبه ومولاها أما بعد السبب الرئيس الذي يدعو من وجهة نظري ومن خلال خبراتي إلى خيانة الزوجة لزوجها نقص الدين نقص الدين نعم فالإيمان يزيد وينقص وينقص يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة نعم وينقص حتى يدخل صاحبه النار نعوذ بالله سلم يا رب سلم اللهم أمين فإذا كانت الزوجة لا تدري عن الدين إلا اسمه ولا من المصحف إلا رسمه نعم فإنها سرعان ما تزل قدمها بعد ثبوتها نعم هي تزوجت أصبح قبلتها في الصلاة الكعبة نعم وقبلتها في الحياة زوجها نعم فإذا ذهبت يمينا أو شمالا أو أي منطقة أخرى تحلل ما حرم الله عليها بالزواج نعم فهي خائنة بنظرة بصورة نعم بلقاء بكلام بأي لون من الألوان فإياك أفشي سره نعم فإنك لو أفشيت سره لم تأمني غدره هكذا قالت المرأة الأعرابية نعم لها هناك قبل الأكاديميات والجامعات نعم نعم فالمحافظة على أسرار الزوجية أصل أصيل ودستور بناء للأسر نعم للأسف الشديد مع سذاجة بعض النساء أقول بعض نعم قد تحكي وتسر بأحوال زوجية إلى مثيلاتها من النساء أو إلى زملائها من الرجال نعم وللأسف الشديد قد تؤدي إلى أن تنقض غزلها من بعد قوة بمعنى هي التي تهدم بيتها ببيتها بإفشائها لأسرارها يخربون بيوتهم بأيديهم نعم فإفشائل أسرار حتى ولو كان نعم على سبيل المدح على سبيل المدح نعم فما بالك بالمذمة نعم قالت زوجي 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 محترم وشأمي ولي 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 نعم لزميلتها وقد تكون زميلتها أرملة أو زميلتها لم تدخل زوجا بعد لغير متزوجا قد يكون حسدا وتربص أو تضعه في رأسها فتخادل أو تخالل لأنها شوقتها إلى هذا النموذج الجميل الرائع الذي تعيش معه في البيت إذن هي للأسف الشديد أغرت أعداءها بها وهي لا تدري وهي تأتي بمحسنات زوجيها فيشتاق إلى هذه المحسنات من حرمها من النساء سبحان الله والله فضلت الدكتور بتفكرني حضرتك أمي رحمة الله عليها وعلى أمواتنا وأموات المسلمين جميعا اللهم أمين كانت تقول لي يا ابني لو حد سألك أنت عمل إيه قولي الحمد لله في أي الأحوال لأنك لو شكيت يقولك ده بيشكي وإذا قلت ما عندك حسدوك نعم وهذا منطق الأمهات منطق في غاية الجمال والروعة أن الواحد منا كما يقال بالعمية داري على شمعية تكتئيد يعني الإنسان فعلا ما بين إنسان متنمر أو ساخر نعم نعم منتج بفضل الله لهذه المدارس من الآباء والأمهات نعم على كل حال نعم الخيانة نعم يعني يجب أن نكرهها وشيء مغلق في دين الإسلام نعم نعم لأن الخيانة تبدأ بإفشاء الأصرار نعم وتنتهي بالفاحشة نعم والعياذ بالله نعم والفاحشة في الرجل هي فاحشة وهي حرام نعم لكنها أشد في المرأة نعم لأن المرأة قد تأتي بثمرة هذه الفاحشة نعم فكلكم راع نعم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم زراء البخاري ومسلم نعم وكلكم مسؤول عن راعيته والمرأة في بيتها راعية نعم ومسؤولة عن راعيتها نعم أنا كنت تابع لأمي قبل الزواج نعم وبعد الزواج أصبحت تابعا لمن؟ لأسرتي ومنها زوجتي اللي هي واحد مكرر نعم حتى لا يقولون إننا نتكلم بلوم من ألوان التمييز ضد المرأة نعم نقول الزوجة واحد مكرر نعم إذا كان الزوج هو رئيس البيت نعم وهو ربان السفينة نعم فهي أيضا تشاركه القيادة نعم وتمسك المقود معه نعم من أجل أسرة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف نعم وللرجال عليهن درجة نعم لكن هنا سؤال سيد الفاضل سؤال خطير جدا يطرح نفسه دون تبرير للخيانة نعم قد يسأل الناس والمشاهدون هل دلوقتي الأسباب الدفعة قد ينقص أو ينقص عفوا الزوج زوجته في حقوقها الشرعية من نفقة من حب من مشاعر من كذا وكذا وكذا وهذا ليس مبرر أن المرأة تمام أنها تذهب فتخونه فالله عز وجل جعل لها الانفصال أو الطلاق هو حلال ويتذهب بعد ذلك تتزوج تمام كذا إذا أرادت نعم ولكن هل دوت دافع رئيسي أن الزوج إذا قصر في حق زوجته قد يدفعها دفعا شديدا ويدعها دعا إلى الخيانة؟ الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى أعطى المرأة فيسيولوجيا عضويا ولسانيا وثقافيا وفكرا بحيث إنها تستطيع أن تجعل من الأسد هرا وديعا تحت يدها الله أكبر كلمة جميلة كلمة جميلة مرة أخرى فضلت الدكتور أقول إن المولى تبارك وتعالى استودع المرأة ما لم يستودع الرجل من ما أعطاها خلقيا فيسيولوجيا عضويا ما من خلاله تكون كالمرأة التي تداعب مقل زوجها تعمل له من ألوان الخيلة يعني هو عين زائغة مثلا كما نقول نعم تزيده زوغانا بأن تكون معه في لحاف واحد وتعطيه حتى يشبع الله أكبر نعم ولذلك حتى ملمح أصيل في قول المولى تبارك وتعالى فاعظهن نعم وهجرهن في المضاجع واضربهن هنا في المضاجع العلماء عندما تكلموا عن في المضاجع نعم جرهن في المضاجع نعم نعم أن ترجع المياه إلى مجاريها نعم لو ابتعدنا عن كلمة واحدة نعم وهي الانتصار للذات الأنا نعم لا يوجد أنا بين الرجل والمرأة نعم لا يوجد انتصار للذات بين الرجل والمرأة نعم لا يجوز مطلقا لمرأة أن تخون زوجها نعم إلا إذا كانت كما قلت في الرجل إلا إذا كانت منعادمة الدين فإمساكم بمعروف أو تسريحهم ولا يوجد شيء يسمى في دين الإسلام تخونه مش لاقي من زوجها بسمة أروح عشان يبتسم لي غيره مش لاقي من زوجها قبلة أروح عشان يقبلني غيره لا هذا ليس في الإسلام باب مغلق لا يوجد ما يسمى بالأنتمى لا يوجد ما يسمى بالصداقة ولا متخذات أخدان ولا متخذي أخدان سورة النساء وسورة المائدة نعم وكل لفظة في القرآن نزلت بخصوصها نعم فقد يعني يستغنى يعني قد يقدر أن يستغنى عن موضع فالله عز وجل أتى بموضع الزوج نعم ألا يتخذ وبموضع الزوجة ألا تتخذ والخدن هو الصديق في السر لا يمكن أن يستعاد عن الزوج بصديق في السر هذه الخيانة نعم وعندي وعند كل عاقل نعم لأن تطلق المرأة وهي شريفة نعم قرشية نعم محترمة نعم لا تأتي لأهلها ولزوجها ولأولادها بالعار نعم لأن تطلق خيرا من أن تكون نعم فالخيانة هي القيانة نعم نسأل الله أن يعيذنا منها اللهم أمين اللهم أمين في نهاية الحلقة بنشكر باسمكم جميعا فضيلة الأستاذ الدكتور على هذه الحلقة الماتعة الجميلة نشكركم أستاذنا أستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية جامعة الأزهر جزاكم الله خيرا وجزيتم والسادة المشاهدة اكرمكم الله طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى